قال عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس خلال جولة له برفقة وزير الأمن القومية الإسرائيلي إن المعركة التي يخوضها جيش الاحتلال من أهم معارك إسرائيل وتخدم سكان الجنوب محذرا حزب الله على الجبهة الشمالية من الدخول في حرب شاملة هذه المعركة من أهم المعارك التي شهدتها دولة إسرائيل ويتخدم سكان الجنوب وتمتد إلى ساحات أخرى وأنا على يقين أن نصر الله ينظر إلى ما يحدث هنا ولا يريد أن يحصل ذلك معه وخلال الجولة قال وزير الأمن الإسرائيلي أفغالانت إنه يجب إزالة كل منزل يتم إطلاق النار منه لضمان عودة آمنة لسكان الجنوب يجب إزالة كل منزل تطلق النار منه وكل مكان يوجد فيه الإرهاب حتى يتمكن سكان سديروت الموجودون خلفكم من العودة إلى ديارهم بسلام ويكون على يقين أنه لا توجد بنية تحتية تهددهم وتابع جلنت أنه على السنوار أن يرى من المكان الذي يختبئ فيه كيف أصبحت بلدة بيت حنون فكل من يقاتل دولة إسرائيل بحسب تعبيره سيتم القضاء عليه ما تفعلونه هنا ينعكس على كل غزة أنا على يقين أن السنوار يجلس في مخبأه ويشاهد التلفاز ويرى أيضا ما تبدو عليه بيت حنون والشجاعية والشاطئ كل من يقاتل دولة إسرائيل ويرتكب جرائم قتل وحشية للمدنيين والنساء والأطفال سيقضى عليه